بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وهذا الحليث الشريف على وجازته يعطي لنا هذا المعنى الذي يدفعنا دفعا إلى أن ننظر إلى واقعنا وإلى مشكلات العصر وأن نجعل الحلول لهذه المشكلات هل يمكن لمشكلة ما أن تستعصي على الحل وأن نقول بأن إفرازات العصر أو عطاء العصر أو قضايا العصر يعجز التشريع الإسلامي عن أن يأتي لها بحل الحقيقة لا لا توجد مشكلة ما لا يمكن أن تخضع لحلول التشريع الإسلامي بل كل المشكلات مهما تعقدت ومهما تشابكت ومهما تسارعت فإن الشريعة تعطي لها الحل بذلك العقل الذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة ولذلك الصحابة الكرام إلى وقتنا الحاضر في هذا الزمن الطويل لم تأتي مشكلة ما إلا والعقل الفاهم المدرك يعطي لها من الحلول ما يتفق وهذه الشريعة الغراء فالصحابة الكرام على سبيل المثال لما وجدوا أمامهم واقعا جديدا يمكن أن يمثل عقبة أمام الصناعة ويمكن أن يمثل عقبة أمام الحرفة والمهنة وضعوا الحلول وغيروا وبدلوا في طبائع الأشياء لكن بعقل منضبط عقل فاهم عقل متصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم في أعوام قليلة قبل ذلك كانوا معه وكانوا يشاهدون أنواره وكانوا يعرفون كيف تنحل هذه المشكلات بحضوره صلى الله عليه وسلم لما وجدوا أن الصناعة في عهدهم كثرت الدعاوة التي تقول بأن الصناع إنما يأخذون المادة الخام لأجل صناعتها ثم يقولون إنها تلفت هذا التلف أي أن الصانع لم يقصر في شيء ليس عنده تقصير في حفظها مقتضى كلمة أن المال تلف يعني بأنه دون تقصير ولذلك كان الحكم قبل ذلك أن الصانع أو أن الذي سلمت إليه المادة الخام مصدق فيما يقول وهذا معنى معنى القضاء للكلمة أن يده على المال المسلم إليه يد أمانة بأنه ليس ضامنا لأنه لم يقصر مدام أننا قلنا بأن المال تلف لكن لو قلنا بأنه أتلف المال يعني قصر في الحفظ فيضمن في هذه الحالة فكثرت الدعاوة كلما يأتي إنسان ليخيط ثوبا أو ليقدم شيئا يصنع له الصانع يقول إن المال تلف ولا بينة في هذه الحالة ولا أدلة إثبات فيضيع المال على صاحبه ثم يأنف الناس عن أن يذهبوا لهذه الصناعة وبذلك العامل الاقتصادي في المجتمع يختل ومهنة من المهن تكاد أن تندثر بسبب سلوك بعض الصناع ولذلك الصحابة الكرام بفهمهم الرشيد غيروا يد الصانع على هذا المال وقالوا له إذا سلم إليك المال فأنت ضامن في كل حال إلا إذا أثبت أنه لا تقصير عندك أنك لم تقصر في حفظ هذا المال فقلبوا عبء الإثبات من على المسلم لهذه المادة الخام صاحب المال لم يكن عليه إثبات حينئذ وصار الإثبات على الصانع في هذه الحالة هذا في الحقيقة اجتهاد زكي واجتهاد قوي في أنه يحفظ المال وهو متفق مع مقاصد الشرع الشريف في أن الشرع الشريف جاء لحفظ المقاصد الخمسة ومن حفظ المال فهذا الاجتهاد يدور في هذا الفلك الكبير في فلك حفظ المقاصد الكلية ومنها حفظ المال فحفظوا بهذا الاجتهاد المال ومن ناحية أخرى حافظوا أيضا الصنع من الاندسار وحافظوا الصنع من الضياع وحافظوها من الانهيار هذا كله بعقل رشيد فهل يمكن في عصرنا الحاضر أن نكون في عقولنا كعقل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نبدع في الحلول كما أبدعهم وأن نعالج قضايا عصرنا لا شك أن المقدرة موجودة وأن التشريع الإسلامي وأن فهم الفقهاء فيه ما تنحل به كل المشكلات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم